بالنسبة لسياسة مستر موسماني بخصوص هذه المباريات الكبيرة هل بيتجه للاجتماعات والمحاضرات النظرية بشكل مكسف ولا الراجل ليه تعامل معين بخصوص هذه المباريات وكمان عايزة أسأل عن دور الكابتن محمود الخطيب وأهمية تواجده على رأس بعثة النادي الأهلي في المجل هبدأ معاك طبعا بالقيمة الكبيرة الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الرسائل بتبقى ملموسة زميلي عميد انت عارف طبعا تواجده بيكون ليه رسالة كبيرة جدا لكل لعبة النادي الأهلي متواجد مع اللاعبين على طول يمكن ما بيتكلمش مع لعبة بشكل كبير لان انت عارف أكيد كابتن محمود الخطيب كلامه بسيط جدا مع لعبة لكن تواجده حوالين الملعب بيكون متواجد بيهوف يتفرج على التدريبات على طول متابع لحظة بلحظة أجواء الفريق الأمور الخاصة في أي قصور هنا في أي حاجة اللعبة بتطلبها الجهاز الفني متابع لحظة بلحظة بشكل كبير جدا اعتقد الرسالة دي وصلت لكل اللعبة وصلت للجهاز الفني وقبل الجهاز اللعبة وصل الجمهور النادي الأهلي على مدى الاهتمام الكبير من رئيس مجلس دارة كابتن محمود الخطيب لهذه المباراة بيتسو مسماني يمكن طريقته طبعا مميزة جدا زميلة أمير بجانب النفسي مهم جدا لعبة النادي الأهلي والرجل عنده الملخة الكوية جدا في هذا الأمر بيتكلم سواء في المحاضرات بتنتهي المحاضرة بيجتمع بلاعب اثنين وثلاثة ثم يجتمع بلاعب اثنين وثلاثة تاني بيحاول ان هو يتكلم السياسة دي مهمة جدا لان ما يكون على طول تعرف الرجل مفيش وقت يعني ان الرجل جاء على طول مباشرة مباراة في المغرب طبعا بحجم نصف نهاية دورة أبطال أفريقيا لكن من الواضح ان الرجل مميز جدا في هذا الأمر الجانب النفسي للجانب التكتيكي والجانب الفني اكيد يعني مش هده نتكلم عليه ان بنشوف مجهود كبير جدا بيبذل تدريب الأخير على ملعب مركب محمد الخامس أوقف التدريب أكتر ممر الرجل بيأكد بشكل كبير جدا على ان يكون كل الأمور بالنسبة لخط الدفاع ملتزم كل واحد يبقى ماسك المانتومان بتاعه والتمركزات الكرسات الكرات السابتة كل كل كورة بيوقفوا بيكلموا اللعبة يمكن اكيد بتساعدوا بشكل كبير يا رب ان شاء الله بإذن الله كل التعليمات اللي وصلت للعابة النادي الأهلي من خلال التكتيك والجمل التكتيك تطبق النهاردة ان شاء الله في مباراة اليوم لعبتنا يكون استعابتها بشكل كبير وينقصنا التوفيق بها زميلة عميل ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله أنا بشكرك كريم شكرا جزيلا ان شاء الله الفريق يكون موفى وترجع لنا القاهرة بانتصار يكون دافع وعامل مهم جدا في مباراة الاياب ومن خلال المباراة النات أهل لمباراة النهائية زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي ومرافقة بعثة الفريق في المغرب كان معنا على الهواء من وشرة ويطمنا بشكل كبير قوي قوي على بعثة النادي الأهلي طيب أنا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندي حديث مهم جدا جدا بخصوص حكم مباراة اليوم الزمبي زيكا زوي تفاصيل مهمة هنتكلم فيها بس كل ده هيكون بعد فاصل استنوا